يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيدعو عنا حلقة جديدة من السادسة كل التحية ليكم في بداية الحلقة العنوان اللي هابدى بيه حلقة النهاردة مركاتو الأهلي لم يكتمل ليه بقول كده لأن طبعا كل الناس لغاية النهاردة بتتكلم وبتقوا السؤال الحقيقة بتوجه لي أنا شخصيا بشكل يعني كبير جدا هيا دي صفقات الأهلي بالتأكيد الإجابة على السؤال هي لا وافترض أنه السؤال الصح حسنًا كده حقيقة حبيتها بتدي حلقة النهاردة بالكلام معكم في الموضوع ده طبعا الأهلي عمل صفقات مهمة جدا برونو سافيو طبعا البرازيلي اللي بيشارك مع الأهلي في الموسم الجديد ولي شفتناه وتابعنا تقديمه وشوفته بيشارك مع الأهلي في تدريباته وشادي حسين طبعا مصطفى ميسي لكن هل هي دي كل الأسماء اللي تنضم الأهلي في الموسم الجديد؟ لا قطعا لا أكيد لسه في صفقات مستمرة السؤال الأصح المفترض أنه يتسئل وهو ده اللي أنا بتكلم فيه معاكم النهاردة هو إمتى يتمم الأهلي صفقات؟ لأنه فيه حاجات كتير جدا لابد أنها تتحط في الاعتبار أولها شكل الموسم اللي احنا هنبتدين وحشنا الأهلي أكيد وحشنا الأهلي ومع نهاية الإسبوع ده هنبتدي نسخن وهتكلمكم طبعا في مطشاط الأهلي أو مباليات الأهلي الودية اللي هتبتدي إن شاء الله بداية من يوم الأربع لجاي في مواجهة بيترو جيت لكن رجوعا لموضوع الصفقات فيه أكتر من نقطة أو مستجد لازم يتحط في اعتبارك كأهلاوي وانت بتتابع الصفقات الأهلي واحد شكل الموسم زي ما قلت لكم الموسم اللي خلاص هيبتدي معنا رسميا في الإسبوع الأول 7 أو 8 أو 9 من شهر أكتوبر الفايز من مواجهة الجيش الرواندي مع اتحاد المنستيري التونسي وبالمناسبة المباراة الأولى مباراة الزهاب انتهت لصالح الجيش الرواندي بنتيجة 1-0 في انتظار طبعا مباراة العودة دي هتكون بداية انطلاقة الموسم رسميا أو فعليا في الإسبوع الأول أو في العشر تيام الأولى من شهر أكتوبر هتلعب بعد كده مطشطك فيه بطولة الدولي اللي هيبتدي مفترض فيه نص أكتوبر لغاية لما توصل لموعد بداية كاس العالم في بداية 11 توقف المسابقات في العالم كله في العالم كله طبعا دينا طبعا السوبر المصري دي يمكن تكون أهم مباراة بينتظرها جماهي النادي الأهلي في نهاية شهر أكتوبر 28 أكتوبر على ما أتذكر هو المعاد اللي يعني تم اختياره للمواجهة دي يمكن دي تكون أهم مواجهة بينتظرها عشاء الأهلي في التوقيت ده بعد كده عندنا بريك طويل جدا هيتتعب فيه موطشات كاس العالم يبدأ في شهر 11 ينتهي في بدايات شهر 12 وتنتظر بعد كده أو ترجع بعد كده المسابقات المحلية وصورا للمركاتو الشتوي اللي بعتقد أنه الفترة الأهم أو الفترة الأنسب إنجاز التعبير لفكرة تعقد الأهلي مع الصفقات وارد جدا يكون فيه صفقات طبعا قبل بداية الموسم لكن بقول لي الكلام ده واحد لأنه في التحديدا في الفترة دي فترة الانتقالات في بتاعت يناير هيبقى سوق مناسب للأهلي جدا أن يخش يتفاوض مع أي نادي أو مع أي صفقة هو عايز يعملها عشان ده هيدي أريحية للنادي اللي هو بيشتري منه أنه يعوض ده احنا بنتكلم النهاردة على توقيت معظم دوريات العالم إن لم تكن كل دوريات العالم بدأت بالفعل وبالتالي كل فرقة حددت في سكواد بتاعها وفي نص المنافسات عشان تروح للعيب بالكوالات اللي انت بتدور عليه وتطلب من فرقته نفس سغنى عنه وهي ما عندهاش قدر على التعويض في التوقيت الحالي إلى حد ما واحدة من العقبات نمرة اثنين وجود مارسيل كولر اللي تولى المسؤولية بشكل رسمي وهيتولى مسؤولية الإدارة الفنية لنادي الأهلي في الموسم الجامعة بالتأكيد الراجل حيدخل في ملف الصفقات الجديدة وبالتأكيد هو محتاج الكاليبر أو المواصفات اللي تتناسب مع طريقة لعبه مع احتياجاته اللي لسه لغاية النهاردة ممكن تبقى بالنسبة لكولر نفسه مش واضح يعني مارسيل كولر النهاردة ما كملش أسبوع مع نادي الأهلي فبالتالي لسه ما تعرفش على القماشة اللي موجودة معاه بشكل كامل وخصوصا كمان أنه فيه لعيبة موجودة مع منتخب مصر في المعسكر الأول المعسكر الأول اللي بينتهي النهاردة لكن في النهاية الفكرة الكاملة عند مارسيل كولر عند احتياجاته عن الأوراق اللي موجودة معاه لسه ما اكتملتش واعتقد أنها تاخد شوية وقت لغاية لما يكون فكرة كاملة عن طبيعة قماشة اللعيبة اللي موجودة مع نادي الأهلي وبناءنا عليها يتدي يفكر هو محتاج إيه وإزاي هنروح لسؤال الحلقة والسؤال الحلقة حقيقة يمكن لغاية قبل مبدأ وهو موجودة على السوشيال ميديا على صفحاتنا على التويتر وعلى الإنستجرام وعلى الفيسبوك حالة التفاعل كبيرة جدا وجمهور الأهلي فاهم قوي جماعة وواعي قوي إيه هي من وجهة نظركم أبرز التحديات اللي بتواجه مارسيل كولر مع النادي الأهلي في الموسم الجديد وطبعا جزء كبير يعني طبعا إجابات كتير جدا جدا بس أحاول أستعرض مع ضيف النهاردة كابتن سعيد عبدالعزيز هشرفنا في السادسة هنستعرض معاه التحديات دي ونتكلم معاه ونسمع وجهة نظره ونحاول نجاوب على أسئلتكم ونترح وجهة نظركم للنقاش تعالوا بقى نبدأ حلقتنا وندخل فيه تفاصيل بس بعد فاصل سريع طيب نظام الأهلي اليومين دول طبعا في فترة الأعداد للموسم الجديد وقبل ما أتكلمكم على جدول المباراة الودية اليوم الكامل الجهاز الفني بقياة مارسيل كولر بشتغل على فترتين صباحا ومساءا صباحا بيبقى الجزء الخاص بالناحية البدنية وصولا للتمرين اللي يمكن بدأ من دقايق من شوية في النادي الأهلي والخاص بالنواحي الفنية والجمل التكتكية اللي الراجل بيحاول يوصلها للفريق الأهلي مفترض إن شاء الله هيلعب يوم 21 نهاية الأسبوع ده يوم الأربع اللي جاي أول مباراة ودية مع بيترو جيت بعدها بأربعة ايام تحديدا لـ 25 هتكون فيه مباراة تانية في مواجهة أسوان وصولا لـ 29 سبتمبر آخر المباراة الودية اللي هتكون في مواجهة طلع الجيش نروح مع حضراتكم لنادي الأهلي نتعرف على أخبار تدريبة أو تمرينة الفريق النهاردة من زميلنا محمد توفيق مساء الخير يا محمد مساء الخير زميل عزيز أحمد سمير تحاتي لكم ولكل مشاهدات القرنة النهارة في كل مكان أهلا بك حتى وإن كانت البداية ودية أو تلت وديات فجماهير النهارة لأهلي الإحساس العام يعني إنه أهلي وحشنا بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة أول مرة من ثلاث سنين تغيب عننا الفرقة المدة الطويلة دي ونتمنى إن شاء الله أنها تصب في مصلحتنا بشكل إيجابي طبعا فترة رحكت محتاجها اللعيبة جهاز فني جديد بيتولى المسئولية ميستر كولر عدد جديد من الصفقات آه طبعا يمكن هو برونو سافيو الوحيد موجود في التمرينة نتيجة وجود شادي حسين مع المنتخب لكن خليني أتكلم معاك عن دخلنا في الجد وأعتقد مع نهاية الإسبوع ده هيظهر فريق في شكله الجديد مع ميستر مارسيل كولر في مواجهة إن شاء الله بيترو جيت تكلمنا على تفاصيل تمرينة النهاردة بالفعل زميل عزيزي أحمد سامير يمكن زي ما أنت قلت النادي الأهلي وحشتنا جدا حتى وأن كانت مباراة وديها ولكن دايما جمهور النادي الأهلي كله يعني منهم بنوع دايما عايزين نشوف النادي الأهلي حتى لو مباراة وديها يعني زي ما أنت قلت النهاردة هو بداية الأسبوع التاني في فترة أعلال استعدادة لموسم المقبل بإذن الله رب العالمين يمكن انبالح الفريق اتمرنا على فترتين صباحا ومساءا ولكن النهاردة اكتفت جهاز الفني بكادة مارسل كولر بتدريبة واحدة بكرة إن شاء الله يا أحمد يمكن الفريق هيخش معسكر مغلق بتدايئا من الأحد غدا بإذن الله وحتى يوم الخميس يعني هيكون تمرين على فترتين هنا في النادي الأهلي ويقام في أحد الفنادي القريبة من مقر النادي الأهلي الرئيسي هنا بالجزيرة عايز أقول لك أنه زي ما أنت قلت بأول مباراة طبق أمام بترجيت يوم الـ 4 و 21 دي هتكون هنا على ملعب الأهلي مختار التيتش والمباراة التانية كمان أمام أسوان يوم 25 برضه هتكون هنا على مختار التيتش ولكن المباراة الأخيرة أمام طلاق الجيش يوم 29 هتكون على السادي الأهلي والسلام الملعب الدائم لفريق النادي الأهلي تدريبة النهاردة يمكن طبعا كان بعض التدريبات البدنية الخفيفة ومن بعدها بعض التدريبات بالكرة برضه التمرين النهاردة ما كانش فيه حمل بدن كبير جدا يا أحمد خاصة أن الفريق كان فيه تمرين قاص جدا امبرح وقوي لكل اللاعبين يمكن النهاردة طبعا بيستمر غياب لعاب المتخب الأول محمد الشناوي أيمن أشرف محمد عبد المنعم كريم فؤاد حمد فتحي والوافد الجديد شاد حسين كمان لعاب المتخب الأولمبي بيغيبوا عن التدريب اليوم حمزة علاء محمد مغربي محمد أشرف رأفة خليل وكمان الوافد الجديد مصطفى سعد يمكن أليو ديان كمان بيغيب عن تدريب اليوم نظر اللي صفروا للحاق بمنتخب مالي للمشاركة في الأجندة الدولية علي معلول هو الدولي الوحيد اللي موجود في تدريبة اليوم لأن معادة صفرة هيكون إن شاء الله في التساع صباح الغد هيكون يلحق على طول بمنتخب تونس للمشاركة في موراتين وديتين استعدادا لكأس العالم بإذن الله كلمنا مع كتب صاحب حفيز قال إن الفريق إن شاء الله بكرة هتمرنا زي موتتلك على فترتين صباحا ومساءا يمكن الجهاز الفني بكيادة مستر ميرسل كولر يعني فضلا إن التدريب التاني يكون فيه السادسة أو السادسة والنصف بعد مشاهدة الفريب الكامل والجهاز الفني لمباراة المنستيري التونسي والجيش الرواندي الفريتين اللي صاعد منهم أو الفائز منهم هيلاقي الأهل إن شاء الله في بداية البطولة الأفريقية دور أبطال أفريقيا بإذن الله في نسخته الجديدة في دور الـ 32 يعني الجهاز الفني كان حريص أن يتفرج هو واللعبين على المباراة قبل بدء تمرين الغد بإذن الله زي ما قلت لك الأجواء هنا أكثر من رئاعة كل اللعبين في حالة أكثر ممتازة طب توفيق خلينا نروح للأسماء وده تحديدا اللي أنا عايز أسألك عليه يعني كان مع بداية العودة للتدريبات مرة تانية كان الجهاز الطبي النادي الأهلي قال إنه شريف وقفشة قدامهم من حوالي أسبوع لعشر تيام عشان يبتدوا يشاركوا مرة تانية في التمرين الجماعي عايز أعرف برضو أخبار ملف الإصابات إذا كان فيه أسماء منتظر أنها ترجع فيه خلال فترة الإعداد وتبقى جاهزة إن شاء الله قبل بداية الموسم الجديد بإذن الله يا أحمد يكون كل الفريق جاهز بإذن الله على بداية الموسم يعني بالتحديد محمد شريف وقفشة شاركوا بشكل كبير جدا فيه تدريبات الأمس التدريب الصباحي والمسائي يمكن لما سألت عن غيابهم فيكون موجودين إن شاء الله بكرة مع بقية الفريق هيشاركوا بشكل كبير جدا فيه التدريبات الجامعية بنسبة تتعدى الستين في المية وهتم الدفع بيهم طواليا أو بالتدريب كده عشان يشاركوا بنسبة كبير يعني بشكل كامل فيه التدريب كمان يمكن بير ستاو وأحمد نبيل كوكا دولفت يعني الدكتور رحمة أبو عبل قال إن هم في المرحلة الأخيرة والنهائية من برنامجهم الاستشفائي والتأهيلة يعني تحسبا إن شاء الله وتدريجيا كده هيرجعوا إن شاء الله يشاركوا فيه التدريبات مع الفريق زي ما قلت لك يعني بإذن الله مع بداية الموسم أول أسبوع كمان في الموسم هيكون قائمة بإذن الله مكتملة ونتمنى طبعا ربنا يعني يسلم لعبتنا كلهم من الإصابات ويبقى قائمة مكتملة لموسم إن شاء الله يكون مكتمل وكامل لعدد في البطولات يا أحمد ويحقق كل أمال وجماهيري النادي الأهلي ودائما يبقى النادي الأهلي في المقدمة ويبقى دائما رقم واحد شكرا جزيلا لك الزميل عزيز محمد توفيق من داخل النادي الأهلي بالجزيرة دي كانت أخبار تمرينت النهاردة خلينا ننقل سريعا على بقية الأخبار وتحديدا مع منتخب مصر الحقيقة يمكن عارفين طبعا نهاردة بعد انتهاء طبعا مطشاط الزمالك وفيوتشر في بطولات أفريقيا دولي الأبطال دول 64 بالنسبة للزمالك والكونفيدرالية بالنسبة للفيوتشر وكل التوفيق للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية سواء الزمالك في دول 64 أو فيوتشر في بطولة الكونفيدرالية ده الطبيعي جماعة طبيعي جدا صحيح الزمالك منافس غريم تقريدي زي ما بسموه لكن ده الطبيعي وده اللي تعودنا عليه ودي واحدة من مبادئ النادي الأهليات تتجزى الحقيقة دعم كل فرقة المصرية اللي بتشارك في بطولات خارج مصر على كل أحوال بعد انتهاء المباراتين دول هيكون بداية المرحلة التانية أو المعسكر التاني للمنتخب الوطني واللي هينضم فيه اللعيبة المحترفة في الخارج حجازي وطرق حامد وكوكا هينضموا لمعسكر المنتخب إن شاء الله بداية من يوم الاثنين اللي جاي عشان طبعا استعداد لمباراتي النيجر وليبيريا المقبلتين ومطشين أو مباراتين وديتين هيلعبهم منتخب مصر ويمكن مستر عيو فيتوريا حدد الأسماء الخاصة بقايمة اللعبين المحترفين في الخارج هيكون من ضمنهم طبعا خلال شهر سبتمبر أنا محمد صلاح تريزيجي عمر مرموش أحمد حجازي طرق حامد مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا ومعاهم سام مرسي علامة الاستفاهم بالنسبة لي الوحيدة أحمد حمدي الولد الحقيقي يمكن ظهر بشكل كويس جدا في تجربة احترافه وأعتقد يمكن في المرحلة الأخيرة مع كابتن إيهاب جلال قبل ما تولى روي فيتوريا أو روي فيتوريا مسؤولية المنتخب كان موجود مع المنتخب وظهر بشكل كويس واحد من المواهب الحقيقة وواحد من الأسماء اللي بشوفها الحقيقة عندها دايما الحلول على أنها تكون إضافة في خط النص أتمنى الحقيقة وغير أحمد حمدي الحقيقة في لعيبة كتير احنا قدمنا لكم في السادسة على مدار الموسم اللي فات اكتشافات لعدد كبير جدا من اللعيبة المصريين أو على الأقل اللي بيحملوا الجنسات المصرية من أصول مصرية ومعاهم الباسبور المصري لغاية النهاردة وبيلعبوا في دوريات إنجليزية فنتمنى أنه القماشة توسع ده مش تقليل من الأسماء اللي تم اختيارها كلهم الحقيقة أسماء مميزة جدا وأسماء محترمة وكلهم مقدمين مواسم أو بدايات قوية في بداية الموسم الحالي هالند الظاهرة الحقيقة ظاهرة الولد ده أنت بتكلم على يعني على النرويج مفيش أي نوع من أي تاريخ كوروي يعني بفتكر أنه يعني لو افتكرت حد هفتكر لعيب اسمه توري أندري فلو يعني ده اللي كان يمكن إلى حد ما منور شوية في الدولة الإنجليزية بس مكانش لعيب ظاهرة بس كان لعيب مهاجم كويس جدا جدا لكن إنه يظهر من نرويج لعيب بحجم إيرلينج هالند الراجل الحقيقة مكسر كل التوقعات مبتدي بداية ولا أروع وبيحقق النهاردة في مواجهة الولفز نهاردة كان في مباراة في الدولة الإنجليزية بين الستي وبين الولفز ويورهامتن انتهت بنتيجة 3-0 لصالح الستي طبعا مش محتاجة أقول صالح لصالح الستي طبعا إيرلينج هالند سجل في الفوضان سجل دي بروينا سجل والتلاتة الحقيقة يمكن يعني لعيبة من أهم الثلاث لعبين في الدولة الإنجليزية سلاسي ممكن يبقى سلاسي مرعب الحقيقة هالند بتسجيله هدف النهاردة في مواجهة الولفز لا جريلت صح جريلت هو اللي سجل الهدف الثالث للسيتي لكن تسجيلة أو الهدف الثاني اللي سجله إيرلينج هالند دهاردة في البطولة خلاه يكون أول لاعب في تاريخ بطولة الدولة الإنجليزي يسجل في أول أربع مطشوات خارج الملعب خارج الأرض يعني في أرض المنافس والحقيقة يمكن بداياتك أعتقد أنه وصل دلوقتي لرقم 11 بعد 7 أسابيع من بداية الدولة الإنجليزي فده يقول لك أو يلخص لك مفيش بقى فكرة الأسلو يعني ينقصه الانسجام أسلو لسه ما تأقلمش لا في مثل عندنا بيقول ضربة مطرقة ولم يتضربة شاكوش وده اللي بيعمله إيرلينج هالند في الدولة الإنجليزي ومع البريمير ليج خليني أقولكم كمان خصوص واحدة من الصفقات اللي كان عليها علامات استفهام كبيرة جدا خصوص طبعا البرازيلي الدولي كان واحد من أهم اللعيبة اللي موجودة في تشكيلة آما كانش بيعتمد عليه جوارديولا بشكل أساسي لكن كان دايما مفتاح كان دايما لعيبة عنده حل ورقة من الأوراق حتى لو احتفظ بها جوارديولا على الدكة قادر ينزل يغير الموازين تقلق كبير جدا من جابريال خصوص مع الأرسنال الإنجليزي في المنافسات البريمير ليج خلته يفوز بجائزة لاعب الفريق أو أفضل لاعب في فريق أرسنال في خلال شهر أغسطس الأخير وده طبعا بعد ما أقدم أداء أكتر من رائع وبرضه نرجع ونقول ما فيش فترات في عالم الاحتراف وفي عالم الكرة الحديثة زي ما بيقولوا الصفقة الجيدة بتفرد نفسها ما بتحتاجش وقت كبير جدا عشان يتأقل ما بيحتاجش وقت كبير قوي عشان ينساجم وده ظهر بشكل كبير جدا سواء مع إيرلينج هالند في الستي أو مع خصوص في الأرسنال بناتنا اللي مشرفيننا الحقيقة بطلات النادي الأهلي حقيقة يمكن خليني أبتدي بهانا جودة الصاعدة الوعيدة اللي تقدر تراهن عليها عشر سنين جايين وانت متطمن واحدة من الأسماء اللي تقدر ترفع قصف مصر في رياضة تنس الطاولة في كل البطولات وفي كل المحافل الدولية هانا جودة بطلة تنس الطاولة فازت بجيزة فاطمة بنت مبارك قر لرياضة المرأة النهاردة طبعا كان فيه احتفال استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي حفل تم تكريم فيه مجموعة من الفائزين والفائزات بالنسخة السادسة من جايزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لسنة عشرين اتنين وعشرين والحقيقة يمكن يعني الشيخ نهيان بتزايد النهيان هو اللي قام بتسليم وتكريم الفائزين بالجوائز طبعا هو رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان النهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ورئيس مجلس أبو ظبي الرياضي وخلال الحفل ده كمان تم تكريم بنتنا البطلة المصرية الأولمبية جيانا فاروق بطلة العالم في الكراتي واللي فازت طبعا ببرونزية دورة العلعاب الأولمبية توكيو عشرين عشرين فازت بجائزة أفضل رياضية عربية من ضمن البطلات العربيات للمكرمات حقيقة بطلة عربية لامعة ومتقلقة في سماء رياضة التنس عالميا طبعا هي أونس جابر طبعا النجمة التونسية اللي فازت بجائزة شخصية العام الرياضية طبعا وده كان تقديلا لمشوار من النجاحات والإنجازات اللي حققتها في معظم البطلات الكبيرة اللي شاركت فيها والاتحاد المصري كمان لرفع الأثقال فاز بجائزة أفضل فريق في العام المصرية رحاب ردوان لعبة المنتخب المصري الباراليمبي فازت طبعا لرفع الأثقال فازت بجائزة أفضل رياضية باراليمبي من ألمانيا خلينا نروح معاكم لإيطاليا والناس اللي بتحب الكورة تحب المتعة تحب المنافسة والإصارة بقول لكم أنه الدوري الإيطالي ابتدى بشكل كبير يستعيد جزء عظيم جدا من بريقه لمعانه اللي كان موجود عليه في التسانيات في الوقت اللي كانت يمكن بطولة الدوري الإيطالي هي أهم بطولة على سطح الكوكب كله السنوات الأخيرة والسنة دي الحقيقة المنافسة على أشدها وأعتقد أنه الإنتر لساعة جزء كبير من قوته طوّج الموسم قبل الماضي ببطولة الدوري معهم الأي سي ميلان البطل النسخة الأخيرة ومن قبلهم اليوفي كبير وعملاق الكرة الإيطالية مع مجموعة تانية من الأندالي مش ممكن تطلعها برا الحسابات زي روما تحت قيادة مورينيو زي نابولي وغيرهم وغيرهم بيقولوا أن الدوري السنة دي كأحسن ما يكون هيكون معنا واحد من نجوم الحقيقة كلاعب كان نجم طبعا من نجوم فيورنتينا لكن الحقيقة يمكن إنجازات كبيرة جدا حققها ضفنا النهاردة في سادسة وولتر ماتزاري مدرب صابق طبعا لسامدوريا لنابولي للإنتر وحقق إنجازات وبطولات وعقاب أثناء مشواره التدريب يضفنا فيه السادسة من خلال فيديو كونفرنس بداية كل الشكر طبعا لك على مشاركتك معنا وأهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي شكرا لكم شكرا لكم أنا سعيد جدا باستضافتي لكم توليت الدخل طبعا إيطاليا مسؤولية تدريب أكتر من فريق فرق كبيرة قدرت تتحقق معهم إنجازات تفوز بقى القاوة وبطولات وكان لك تجربة أعتقد كمان في الدولة الإنجليزية لكن خلينا نبتدي من مشوارك في إيطاليا سواء مع سامدوريا أو مع نابولي أو مع الإنتر المرحلة الأهم والإنجازات الأهم في تاريخ وولتر ماتزاري في البطولات الإيطالية أهم المحطات دي كانت إيه؟ أنا أحب أن أتحدث دائما عن تاريخي مع طريق نابولي العظيم أنا مكثت أربع سنوات حققت كثير من الإنجازات مع نابولي فجماهير نابولي العظيمة وإيطاليا كلها تعريفني وتعرف من هو مزاري وتعرف أن مثل الأعلى هو مرادونا وكان هناك كثير من الرضا من الجماهير حققت كثير من الإنجازات بعد أربع سنوات رحلت عن الفريق وأنا في شدة الحزن يمكن حققت مع نابولي لقب كاس إيطاليا وأعتقد في نفس السنة فوست باللقب الكاس السوبر من وجهة نظرك وأعتقد أن إيطاليا السنين طويلة جدا كانت هي يمكن الوجهة الأهم والأبرز لأهم نجوم كورة القدم في العالم إزاي قدرت تأخذ سندوريا أولا للقب الكاس ومن بعده نابولي لكاس إيطاليا والسوبر كوبا أنا حققت أيضا كثيرا مع سندوريا كثيرا من الإنجازات أنا وصلت إلى نهاء إيطاليا وقد حققتها بالفعل وحصلت علي أيضا بالنسبة للإنتر ميلان وجهت الكثير من الصعوبات مع الإنتر ميلان أيضا مع نابولي ومع سردونيا نعم وحققته وكان هناك كثير من الجوانب الإيجابية حقا يمكن الحقيقة يمكن البطولات الإيطالية استعلت جزء كبير جدا من لمعانها ومن نجاحها في السنوات الأخيرة ورغم كده لم ينجح المنتخب الإيطالي في التأهل لكاس العالم في نسختين متتاليتين كمدير فني إزاي شفت ده وهل كنت مع السمرار منشيني أو رحيله بعد عدم قدرته على التأهل مع إيطاليا أنا يهمني اللقاء فيما تعلق بالغضم بين النابولي والميلان أنا أرجح أن نابولي ستفوز بالمباراة ولكن أيضا ميلا فريق كبير جدا لكن نابولي أعدت تشكيلته هذا العام تعليقا على عدم مشاركة إيطاليا السؤال كان على عدم مشاركة إيطاليا في كاس العالم إزاي كمدير فني بتشوف ده وإيه رأيك في قيادة منشيني لمنتخب إيطاليا قبل ما نروح للدوري الإيطالي وهذا كان بالنسبة كلعنة على كل الإيطاليين فقد أصابني بالحزن كثيرا أننا لا نشارك في هذا المونديال أنا أعتقد أننا يجب أن نغير كثيرا من مساراتنا الرياضية لتحقيق كثير من الإنجازات ونتعلم من خساراتنا وعدم المشاركة في كاس العالم نروح للدوري الإيطالي ويمكن نابولي الحقيقة أدهش في العالم كله وقدم مباراة قوية جدا في بطولة الشامبينز ليج وقدر يكسب واحد من الفرق المرشحة وصيف البطولة أو وصيف الشامبينز ليج في الموسم الأخير الليفر بنتيجة أربعة وقدم عرض على أعلى مستوى الإنتر هو البطل في النسخة قبل الماضية واحدة من مباراة القمة أو الصراع على لقب بطولة إيطاليا إزاي بتشوف المواجهة وإيه فرص الفرقتين في مباراة غدا أن قلت ذلك أن هذه المباراة قوية جدا ما بين الفرقين كلا الفريقين على مستوى رائع وكلا الفريقين أعد خطة جيدة للفوز بالمباراة ولكن أنا أرجح أن الحظ سيحالف فريق نابولي في هذه المباراة بمناسبة نابولي خليني أسألك على نجم الجورجي يمكن اسمه خفيشة أعتقد اسمه لو نطقت الاسم صح تقلق بشكل كبير جدا مع نابولي هل تتوقع السمراره مع نابولي أولا من الممكن أنه ينتقل في المواسم المقبلة أو الموسم المقبلة لعندها أخرى حقا لا أستطيع الرد على هذا السؤال يمكنك عادة السؤال مرة أخرى السؤال على المهاجم الجورجي خفيشة مهاجم نابولي الإيطالي الذي ظهر بشكل قوي جدا ومميز هل تتوقع السمراره مع نابولي هل يقدر نابولي أن يحافظ على نجمه الجديد ولا تتوقع انتقاله لواحد من أنديات أوروبا الكبيرة هو لا ذال صغير في السن وأعتقد أنه سيستمر مع فريق نابولي الكبير وهو يؤدي دور رائع مع نابولي ونراه في المستقبل من أفضل اللاعبين على الساحة وحالفوا الحظ في المباراة السابقة وسيحالفوا الحظ في المباراة الأخرى بعد سيطارة لمدة يمكن عشر سنوات متتالية قدر اليوفي أن يحاق لقب بطولة الدوري إلى أنكسر الميلان والإنتر احتكار اليوفنتس والسنة الأخيرة والموسم الماضي فاز إيسي ميلان بالبطولة إزاي بتشوف الصراع على لقب ومين الفريق اللي حظه أوفر من وجهة ناظر وولتر ماتزاري في تحقي لقب الكالتشو السنة دي البطولة بدأت منذ قليل الإنتر ميلان ونابولي ويوفنتس من الممكن أن يعودوا للصدارة مرة أخرى كلهم غالبا في مستوى واحد لكن نرجح أن نابولي وإنتر يستعدون هذا العام توليت في فترة من الفترات مسؤولية تدريب واتفورد في الدوري الإنجليزي يهمني أسمع رأيك أو خلاصة التجربة الفرق بين الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي وأوجه الصعوبة لوجهتك لما دربت في إنجلترا أيضا في السؤال السابق الذي سألتني عنه هو أن روما أيضا من الممكن أن تتصدر وتكون هي في المقدمة هي الأخرى نروح لتجربة واتفورد في إنجلترا أنت توليت تدريب واتفورد في الدوري الإنجليزي لفترة من الفترات من وجهة نظرك إيه الإختلافات الموجودة بين الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي وإيه واجه الصعوبات اللي قبلتك في إنجلترا أنا أيضا حصلت على الخبرة في الدوري الإنجليزي فكانت تجربة مختلفة عن الدوري الإيطالي أيضا القدرة البدنية لللاعب الدوري الإنجليزي كانت أعلى بالنسبة لي من لاعبي الدوري الإيطالي بالنسبة لنا نحن الإيطاليين قواتنا الإيطالية لا نستطيع أن نكمل المباراة بنفس المستوى البدني الذي نلعبه نعم ولكن من الممكن أن نحصل على هذا عن طريق خبرتي في الدوري الإنجليزي يمكن أن نحسن الأداف الدوري الإيطالي سؤالي اللي جاي مرتبط بمنافسات الكرة على المستوى الأوروبي هل بتشوف أنه أي ملء أندال إيطالي اللي بتلعب فيه وخصوصا بطولة الشامبيونز ليج هل فيه فرص لنادي إيطالي للعودة مرة تانية لمنصات التتويجة على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا أنا بالنسبة للدوري لا أستطيع أن أجاوب على هذا السؤال أنا لا حقيقة لا أعرف من سيفوز ومن من الممكن أن يتصدر ومن الممكن أن يقود الصدارة في هذا الموقف طيب يعني السؤالي كان عن فرص هل بتشوف أن في نادي إيطالي سواء الإنتر أو الميلان أو نابولي عنده القدرة على أنه ينافس على لقب دوري الأبطال مش بالضرورة التتويج على فرص المنافسة على اللقب لكن عشان وقتي بعتذر لك طبعا وبشكرك طبعا وولتر ماتزاري نجم فيورنتينا والمدرب أو المدير الفني السابق لنابولي وسامدوريا وإنتر ميلان بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا فاصل ونرجع لحضراتكم مع عظيفنا ونجم حلقتنا النهاردة كابتن سعيد عبدالعزيز مع نهاية الإسبوع اللي احنا بنبدأه مع حضراتكم يظهر الأهلي بشكله الجديد قيادة فنية جديدة مارسال كولر السويسري وأيضا كمان الحقيقة العيبة يمكن بعد أول مرة من فترة طويلة جدا بياخدوا فترة راحة سلبية موسم إعداد صفقات جديدة يظهر النادي الأهلي إن شاء الله نهاية الإسبوع ده في بداية المباراة الوداية في مواجهة بيترو جد بشكله الجديد وإن شاء الله يكون موسم موفق للنادي الأهلي نتكلم أكتر على المنتظر وخدوا بالكم أنه فترة الإعداد أو مطشط الوداية لعلعبها الأهلي فترة الإعداد بيبقى لها أهداف شوية مختلفة عن الأهداف اللي مستنيها الجماهير وخليني أتكلم عن الفترة دي تحديدا والجهاز الفني الجديد والصفقات الجديدة مواحد من نجوم النادي الأهلي كابتن سعيد عبدالعزيز اللي بشرفنا النهاردة فيه السادسة بسأخير كابتن سعيد سيد نورس أحمد سعيد طبعاً موجود مع حضرتك نور الدنيا ومشرفنا في السادسة وما تأخرناش عليك هو لاتيني 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 برازيلي أنا وأنت الأنشيني المسؤولية لا الحمد لله على فكرة الصفقات كويسة وإن شاء الله يبقى وضفة جديدة إن شاء الله نتكلم معك عن الصفقات واحدة واحدة وتقول لي كمان إيه المنتظر لأنه جميل الأهلي يعني منتظرة مزيد من الصفقات كنت أتكلم في بداية الحلقة عن التوقيت وعن ظروف الموسم وعلى بطولة كاس العالم والتوقف والمطشوات وأفريقيا والدوري هتكلم معاك عن ده بس خليني أبدأ بمارسال كولر وإنت حتى وإنت بتلعب في النادي الأهلي وإنت عب فيه فريق عموماً يعني لابدأ فيه جهاز فني جديد أعتقد أنه الإدارة بتبقى بصله بشكل والجماهير بتبقى بصله بشكل واللعابين بيبقوا بصله بشكل مختلف تمام انطباعاتك عن مارسال كولر برأيك في السيفي بتاعه وإنت على المستوى الشخصي مستنى إيه من جهاز فن جديد بقيادات مارسال كولر في الموسم اللي جاي أولاً الحمد لله يعني في البداية طبعاً البطل السنة اللي فاته طبعاً هو جمهور النادي الأهلي طبعاً بنشكره طبعاً لحد آخر مباراة رغم الظروف اللي كانت مر بيها النادي الأهلي بعد رحيل مصر الموسماني وراحت بعض اللعبين وكان قراره طبعاً صحيح طبعاً مليون في المية بدأت اللعبة اللي مكانتش بتشارك بشكل رسمي بعض الناشئين اللي شاركت في المطشاط الجمهور لحد آخر مباراة أستاذ أحمد موجودين ورا الفرقة كأن الأهلي صحيح بيلعب بالغاية آخر نفس عباً لحد آخر ده العادي ده الطبيعي وده المنتظر من جمهور الأهلي يا كابتن سعي والله فيه أوقات فرق بتزعل الأوقات يعني طبعاً أنت السنة الفاتي معظماً كانش فيه استقرار فمسلماني استفاد بالبطولات لكن اللي عانى جمهور نادي الأهلي ورغم كده هو الوحيد اللي كمل مع الفرقة لحد آخر مباراة فطبعاً هو البطل الحقيقي المسلم الماضي الأهلاوي بجد يعني الأهلاوي بجد عمر ما بيزعل من نادي الأهلي ولا من فرقة النادي الأهلي ولا من نجوم النادي الأهلي ولا من ندارة النادي الأهلي ممكن أن أزعل على لكن لا زعل من فيه فرق كبير جد صح؟ يزعل على ضياع البطولة وللأسف حتى احتفالاتنا في النادي الأهلي تختلف عن احتفالات الفرق الأخرى فده اللي ممكن يعمل حتة الزعل شوية لكن شايف هو البطل الحقيقي هو الجمهور نادي الأهلي نخش على نخش على الجهاز يعني انطبعات أولية كده شفت ازاي جاوب على بعض الأسئلة اللي كدت يعني بتسألها قريتك بتاعه مشواره في ألمانيا مشواره في سويسرا هو درب كيلن ودرب بخون في ألمانيا مشواره مع منتخب النمسا يعني المقدمة تشوفها ازاي قبل بداية الموسم او تقرأ السيفي بتاع مرسل الكولر ازاي قبل بداية الموسم أولا هو يعني بيين علي أنه مدريف نزاكي رجل عنده 61 سنة يعني حاجة كويسة متوسطة كده مش كيب الكبير والصغير يعني بداية التدريبية كانت سنة 99 مع اف سي سانتي جالين اخذ بطولة الدوري اخذ بطولة اخذ كاس سويسرا مع بازل بازل لفريق صلاح الأديم أول خطوة احتراف لصلاح بره مصر تمام بداية محمد تمام مسك فريقتين في ألمانيا نادي كولين الألماني ونادي بخوم الألماني مسك منتخب النمسا فترة من 2011 ل2017 خمس سنين وده الاستقرار سيجيب نتيجة بعد كده وصل معهم ليورو 2016 منتخب النمسا في الوقت كان المركز العاشر من 70 فريق على ترتيب الفيفا فأنا رأي أن المدير الفني محترم جدا كمان الأمور هو محظوظ يعني أنا حقا نحق الحق يعني عايز الكلام أرجع سنة صغيرة على مسك ريكاردو هو ليس محظوظ وليس مدير فني ليس كويس لكن هو ليس محظوظ لأن هو جاء في وقت اللعيبة كلها لعيبة النادل الأهل الأساسية قعدت لعب بالناشئين ورغم كده فاز على فرق كبيرة جدا بسكور واكتشف مجموعة ناشئين كويس هنا فأنا شايف أن الراجل ده محظوظ أن الفرقة رجعة الحمد الله بشكل كويس فيقين الحمد يقدم بشكل خلاص وليس فيه إجهاد خلاص دلوقتي ضمنا بعض الصفقات التي اكترح الحلقة اللي فاتت وإن شاء الله يبقى وضافات كويسة بإذن الله إن شاء الله الجمهور يسأل هل محتاج صفقات ثاني لا أنا شايف السكوادي الموجود في الناد الأهلي لا لا ستعمل صفقات تعملها وتستنى مركاتو الشتوي لا الشتوي تستنى مركاتو الشتوي طبعا السكوادي ما أنا أقول الحضر السكوادي الموجود في الناد الأهلي ليس في الأند المصرية لدينا دلوقتي أكتر هو السكوادي الموجود قبل الصفقات الجديدة سكوادي اللي عندك بس هايعملوا أضافها تانية أكيد أنا أسألك عليهم واحد وحد يبدو كمان أنه تركيز الأهلي دائما على فكرة اللاعبين أصحاب الحلول يعني بتتكلم على برونو سافيو بتتكلم على شدي حسين بتتكلم على مصطفى ميسي التلاتة قدام التلاتة ده الخط الأهلي شايف أنه محتاج أكتر نوع من التدعيم وبتهالي أن المنافسة في خط هجوم نادي الأهلي المسلم اللي جاي هتبقى ضرب نار صحيح كل المراكز فيها واحد واثنين وثلاثة بس قدام الدنيا بقت الحقيقة يعني واحد الأول ناخد صفقة صفقة نبتدي ببرازيلي برونو سافيو شفت الصفقة ازاي وشايف الإضافة اللي ممكن يقدمها والمراكز اللي ممكن يعني يكون واحد من الحلول فيها في الموسم اللي جاي هو أولا الحمد لله لو هنبدأ من خط الظهر عندنا الحمد لله شبه مكتمل طبعا الحمد لله عبد المنعم ياسر أيمن أشرف عندنا معلول عندنا أشرف عندنا هاني أتمنى ان هو ان شاء الله يرجع بالمستوى لان هو أجهة زيادة عن لزوم ولازم الناس تفتكر ان هاني في وقت من الأوقات كان رقم واحد في مصر فان شاء الله الناس يقف جنب ولان الراجل ده بيين علي من تمرين وان هو بيجمع اللعيبة بيشتغل على الحيط النفسية بشكل كويس وانا بقرأ وبتابع على مشوار مرسيل كولر كانت واحدة من الحاجات اللي لفت نظري جدا انه بيشتغل يعني فردي كويس يعني بيشتغل مع العيبة بشكل فردي والعيبة كتير خد بالك في مدربين كتير جدا تأخذ التيم يعني مسلمين كانوا يشتغل بالطريق ودي مدارس مش عيب فدا او عيب فدا او ميزة فدا في مدارس في ناس بيشتغل على تيم وورك على الفريق ككتلة واحدة او كتطوير مستوى الفريق وفي مدربين يشتغل على التفاصيل مع كل العيب على حدة وبالتالي عنده قدرة انه يطور المستوى الفردي لكل لعب لوحده انا مبسوط بكلامك احنا معلش انا اتكلم بحاجة وحضرتك نكملها احنا معظم المداربي المصريين اللي هنا بنبدأ فترة الاعداد المفروض فترة الاعداد دي اوستاذ احمد فيها اعداد بدني اعداد مهاري اعداد فني احنا هنا في مصر بنترك الاعداد المهاري الاعداد المهاري ده اللي هو ايه اللي هو ازاي خلي اللعيب يكتسب ثقاف نفسه يبقى عنده ثبات مفعالي اللي هي كنترول ازاي تاخده كرة بوش رجلك ببطل رجلك كل الحاجات دي احنا بنفتقدها انا شايف ان راجل ده بيبدأ مع اللعيبة حتى مستر كروش بعد ما ماشي قال اللعيب المصري بيفتقد للثبات المفعالي وبيفتقد العملية البلدنج اوب كابتن سعيد مش هتبقى بنزلي افهم انه اللعيب وصل للتوب لفل انه يلعب انت بتكلم على كيلوش ده منتخب مصر يعني اللعيبة اللعبت معادي وصلت منتخب مصر مش هيبقى طبيعي منتخب بالنسبة لي ان انا كجمهورة افهم انه اللعيب وصل منتخب مصر ولسه عنده الاساسيات التسليم والتسلم وكيف يستقبل وكيف يعمل مش عارف ايه محتاج يشتغل عليه هذا الطبيعي طبيعي انا وصلت اللعيب درجة اول ومتخب مصر انا وصلت على حاجة مفروض صح ولكن للأسف احنا بنفتقد اللعب الجزء المهاري ده معظم المدربين المصريين بالشغل او 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 خش على شغل الخطط بتاعه يعني اخر اسبوعين ثلاثة تبدأ تحفظ طريقة اللعب جمل لكن احنا النادي الاهلي السنة بفضل الله سبحانه وتعالى احنا عندنا مرونة يعني تقدر تعمل مرونة كتير او عندنا سابيو حاجة جميلة جدا بيلعب ناحية الشمال بيلعب ناحية اليمين ممكن هو بيرستاو يبقى وموجودين ناحية الشمال عندنا ومن الوضح ميسر كولر عايز يوظفه يعني بالشكل اللي بيزهر في تمارينات الاهلي انه الراجل عايز يوظفه مركز عشر تمام وعملها يعني لعبها قبل كده مش جديدة علي دي المرونة بقى مرونة دي المرونة احنا عندنا على فكرة ما شاء الله حسام حسن ظهر بشكل جميل جدا في آخر السنة عندنا لسه وشوف عنده عجمل من كده مش عايف تختلف ولا تتفق عنده مع اللعيب بص النادل النادل اهلي راجع بكوة وانا بقول لحضرتك ان شاء الله استنادي بإذن الله انا متفائل الفريق راجع مستريح الراجل بيعامل اللعيبة كلهم سواسية بيدوم اللعيبة كلهم سواسية فرصة اللعيبة برضو يعني فترة اعداد مجاش في نص موسم يعني ما فيش اي نوع من انواع الضغوط اللي موجودة عند اللعيبة شنجل واحد يبين امكانياته ويظهر قدام الرجل والراجل في النهاية هيقيم بشكل موضوع ما فيش عنده حاجات انطباعات مبدئية او حاجات افكار موجودة من قبل كده فبالتالي هو بيشوف تلاتين لعيب بالنسبال لأول مرة اكيد اكيد لكن احنا ما كانش عندنا انطباعة مع مسلمان احنا كان عندنا 17-18 لعيب هم دول اللاعب والباقي كانوا بره فبالتالي الفرصة تفتحت لكل اللعيبة الوقت القاعدة زي ما بقول وسعت اللعيبة المجتهد هو اللعيبة موجود لان كرة مكشوفة طبعا والناس كلها تشوف لكن انا شايف النادي لما لدينا الاستقرار شيء مهم جدا ونحن نكون بنكلم عن هذه ويبقى موجودة نوفر الاستقرار هو عنده الاستقرار المادي ويبقى الاستقرار الفني بقى ان شاء الله التوفيق ربنا سبحانه وتعالى المحترف اللعي جاي من بره وبالذات اللعي جاي من دولة متقدمة كرويا بقى عنده فكرة انه اكيد عنده بس بمستوى فكرة المشكلة دي لكن شادي حسين مصطفى ميسي عارفين كويس قوي الاهلي وعارفين جماهير النادي الاهلي وعارفين مستوى المنافسة والبطوات اللي بيدخل علي النادي الاهلي وعارفين النجوم النادي الاهلي اللي هما بقوم جزء من السكوات بتاع ودخلين لنفسهم يعني شادي حسين عنده محمد شريف عنده حسام حسن مصطفى فسعد ميسي عنده كتيبة يعني ازاي اللعيبة دي تدخل وانا كنت لسه بتكلم على انه في الاحتراف ما بقاش في قوي فكرة انه بياخد وقت عشان ينسجم ووقت عشان يتأقلم نهاردة بنشوف ايرلنج هولند في الدولة الانجليزية ببتدي ضرب نار يعني من اولها أنا لسه ما بدايع خصوص مع حتى كان خصوص مع الارسنل واخد افضل لعيب الشهر ده في الفريق فبالتالي ريباندوسكي مع البرسا اللعيبة بتاخد ازاي او اين نصيحة اللي ممكن توجيها لشادي ومصطفى بمن هم بيبتديوا موسم جديد مع الالي هم عندهم معرفها بالاهلي والجماهير وطبيعة البطولات اللي بيخد اولا اي لعيب على فكرة شادي عشان انا مسيك طبعا مجموعة القاهرة فترة كبيرة شادي اتأخر وجوده في الناد الاهلي اكتر من سنة انا متابع يعني فيه لعيبة على فكرة في القسم الثاني استحق الانضمام للناد الاهلي وشادي متأخر يعني وقسم الثاني ده طول عمره يعني قدم مواهب كتير جدا 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 بس معرفش ليه السنوات الاخيرة بقى بعيد شوية لا انا عشان اشتغلت في ثلاث اقسام اللي هم البحري وقاهرة ممكن القاهرة اكتر والصعيد السنة اللي فاتت فيه لعيبة تستحق تبقى موجودة في الناد الاهلي وفي انديها كبيرة لكن مش متشافة بشكل كويس مش متشافة شادي منهم لما تتغير طريقة المسابقة تفتكر الدوق هيبقى متسلط اكتر احنا عندنا الموسم ده اخر موسم يتعامل بالطريقة تلات مجموعات كده هيبقى زي الدوري الممتاز يبقى دور مختلفين اكيد اللعبة ستتغبان بشكل اكتر وده حاجة كويسة على فكرة الكورة المصرية اتمنى بس انهم يطبقوه لكن انا شايف ان ميسي في الاتحاد قدى بشكل كويس وكان ملفت لكن عنده عبدالهدر عنده لعبة كويسة شادي وخذ بالك شادي كمان ملعبش فرود بس ممكن العطرف حسيم هيقدي السنة بشكل كويس شريف اتمنى طاهر يرجع لمستوى اللي انا شفنا في المقاولين برست هياو عندنا دلوقتي مرونة في اللعبة لكن مش هيخذه وقت واللي مش هيخلي المدير الفني ومعاملته ليه وقرب اللعبة من بعض انت مستني انت عندك ثلاث مطشوات ودية قبل ان تروح لبداية موسم رسمي ستبتدي بافريقيا في بداية اكتوبر المطلوب من جمهور الاهلي مستعجل يعني جمهور الاهلي يريد يبتدي من مطش يوم الاربع لجاء يشوف الفريق طوب فورم يشوف النجوم كلها يشوف مطش قوي يشوف سكور يشوف اداء هل مطلوب من مرسيل كولر في الثلاث مطشوات اللي جايين وإيما انت مستني عايز شوف من اداء الاهلي في مواجهة بيتروجيت تحديدا يوم العربع اللي جاي بلا شكل الشكل الفرق يغير يعني بلا شكل اللعيبة جاي من محظوظ واحد مش محظوظ ريكاردو مكانش محظوظ مصر موسيق اجهاد اصابات ضغط من كل ناحية من كل ناحية فلكن ده بيبدأ بهدوء الفرقة راجع الحمد اللي فايقة عندك الحيثة اللي كانت بتعمل المشاكل الحمد اللي بقى فيها اكتر من حل المطلوب من الجمهور نصبر على المدير الفاني نسيبه يشتغل نديله كل الاريحية لان مجلس الادارة يتعب عندما يصل لمدير الفاني يقدر يتعامل مع اللعبة بشكل كويس مش مطلوب منه انه هو يعني احنا باللعب بترجت بترجت بقى له تقريبا ثلاث شهور فترة اعداد فأكيد يبقى اجهز منادي الاهلي فورد كل حاجة فكورة لكن الراجل ليه فكرة المفروض هو عايز يطبق أو عايز ينفز فممكن ياخد منه وقت فنحنا المطلوب من جمهور النادي الاهلي ان نسند الراجل لان الراجل لسه البطولات كتيرة وان عندي يقيم في الله سبحانه وتعالى ان شاء الله السنة دي الاهلي يعني هيظر بشكل أفضل من سنوان كانت فات كم لو الاهلي يعمل صفقات جديدة واعتقد ميس المرسل كولر سيبق ليه سيف الموضوع ده يعني اي العيب هينضم السكواد بعد راجل تولى مسؤولية اكيد هيشوف وكمان يمكن طبيعي انه اي مدير فني بيتولى مسؤولية فريق بحجم الاهلي مطلوب منه ينفس على كل القابل اللي بيأخدها ياخد شوية وقت لغاية لما يفهم الامكانيات الفريق اللي معاها يشوف اي اوجه القصور او اي النواقص اللي ممكن يكون محتاجها عشان يدعم الفريق مفترض ده يحصل في خلال فترة الاعداد ولا يحصل مع الجزء الاول من الموسم اللي هو الجزء القصير الموسم متقسم نصين تمام نص لغاية كاس العالم ونص الاطول بعد بطولة كاس العالم لغاية نهاية الموسم العدد الموجود عدد كويس موجود عندنا في كل مكان في كل بوزيشن اتنين او ثلاثة العيبة فنحن مش محتاجين او شايف ان الاهلي ممكن يعمل صفقتين ثلاثة هل شايف ان الاهلي مش محتاجهم مش محتاج حد اجنبي يعني اكيد عندك محتاجين لو عندنا اماكن لا محتاجين طبعا محتاجين طبعا وبالذات الاجنبي الخامس عندك خمسة فوق السن او خمسة فرست تيم ثلاثة تحت السن او بتهايلي الاهلي يعني مع طبيعة المنافسة على كل القوة بطولات اكيد محتاج محتاجين محتاجين كمان يواريت يعني برضو نخش على نفس المنهج وانا كنت اسماء تاريبية مش عارف بوليفار تاريبا بوليفار ده فريق برونو سافيو تاريبا صح بعض الاسماء المزالت مرشحة او تحت اطار المفاوضات تمام في منهم اسماء من اصول افريقية في منهم اسماء من امريكا اللاتينية لكن حتى اللحظة الراجل طبعا يعني دخل في ملف الصفقات فأكيد طبعا لازم يكون لي اصدواء هو شكل الدول البرازيلي والارجندي يعني حاجة انت كله كومبليت فانت الطبيعي اللعيب اللي انت جايبه ده مش هيخاف مش هيتخض فبتالي الموضوع بالنسبة العادي فعشان كده الانسجام مش هيخ دوقت طويل فأنا اتمنى ان شاء الله بإذن الله تعالى كمان صفقة دائما بحيب بص على اللي فات واخد منه خلاص التجربة عشان هتفاد ده حطينا السؤال للناس النهاردة والحقي جمهور اهلي الواعي او يتفاعل بشكل كبير جدا ما خلينا اسألك السؤال ده التحديات اللي هيواجهها مستر مارسيل كولر تحديدا مع الاهلي في الموسم اللي جاي برا الملعب هجوه الملعب لا هو برا الملعب لا اظن ان لدينا مشاكل برا الملعب لان لان لدينا مجلس محترم جدا كابتن خطيب يحاول يوفر كل الامكان وما لدينا مشاكل في ادارية خالص الحمد الله هو المشكلة كلها اللي سنواجهها ان نعمل قوي نعمل توليف كويسة ننفس على كل البطولات اللي موجودة يعني خليني اقول لك ان الموسم الاخير ده ونتائجه مرتبطة مش بالموسم بس اللي فات يمكن مرتبطة بموسمين تانيين قبل التحديات اللي وجهتنا فيها كانت اخفاقات عنيفة جدا اثرت بشكل كبير جدا على نتائج الاهلي مرتبطة بالتحكيم تمام كان عندنا نتيجة تلحموا المواسم انه في عدد كبير جدا من اللاعبين الاساسيين اتصابوا لفترات طويلة وبعدهم اتصاب مرة واثنين نتيجة الضغوط البدنية كان عندنا حالة اجهاد عام لمعظم حتى اللعيبة اللي ما تصابتش في نهاية الموسم كنتت تحس انه مش قادرة بزبط كده كان عندنا مشاكل عنيفة جدا في عدد فعدد المضايات صحيح مع مطشوات دولية وانت معظم عناصر الاهلي اللعيبة دولية سواء أولمبي سواء أول في مصر أو المحترفين مع منتخباتهم فكل دي كانت تحديات ايه موجود منها وممكن يؤثر وإيه لي يبقى موجود او عملنا حسابه الموسم اللي جاي اللي عملنا حسابه في الأول انه راحة إيجابية للعيبة التي كانت تشارك فبالتالي الحمد لله عدنا حتة الإجهات فاللعيبة دلوقتي راجعة كأن انت راجع واخد راحتك مليون في المية راجع مستريح مصفر لعدان زي ما يقول مصفر لعدان رقم واحد رقم اثنين انت ضفت الحمد لله عناصر إضافية كويسة وإيجابية تد مرونة للناد الأهلي غيرت المدير الفني هو التغيير طبعا إيجابي لأن اللعبة كلها تبقى سواسية لا بالعكس نحن نشغل على 17 لعيب القاعدة يتقوسع شوية اللعب سيجتهد هو موجود أرجو حتة التحكيم لكي أتكلم فيها الزلم الكثير السنة التي فاتت ونشوف نتفرج على مطشرة أوروبا يعني أنا ما بشوف الحكم هو يعني بيروح يستدعي الفار الفار يقول لك لا ماشي ولعب يعني الحكم شايف كأنه العيب كورا عندنا هنا الحكم الفار تعالى واستدعي وبص وشوف لا نحن ليش مانع انه الفار يستدعي وانه يروح يبص ويشوف بس مني في النهاية انه القرار يبقى صح لي أو بصير قوي الحكم اللي كان بياخد قرار في ثانية بقى بياخد في القرار خمس وست دقايق وبرضه في النهاية القرار لأسف كابتن سعيد بيطلع غلط لكن خليني اقول في نقطة التحكيم تحديدا انا راهاني على الفريق انا بشوف ان الفريق اللي وقف على رجله وهيتلغيله بول ولا مش هتحسب له ضرب الجزاء ويهم ان هو ينجح خليني استعرض معك جزء من انجابات الناس على نفس السؤال ايها التحديات اللي هتواجه مارسيل كولر في اول موسم ليه مع النادي الاهلي ونسمع رأيك وتعليقك عليه اننا نتخطى ماتس السوبر ببطولة وده اول تحدي هيواجه مارسيل كولر ده في نهاية شهر اكتوبر لجاي مباراة السوبر هتجمع بين الاهلي والزمالك واكتر مباراة مستنيها جمهور الاهلي من دلوقتي طبعا بلا شك طيب خلينا ناخد السوبر هاخد كده تعليقاتكم سريعا وهرجع اسمع رأي كابتن سعيد فيها رأفة عادر بيقول اكيد الدوري المصري بالتدريب فيه الاول مرة بس احنا ثقاتنا كبيرة في المدرب وان شاء الله يحقق كل البطولات مع النادي الاهلي عايزين البوستات والتعليقات انتقاد الجماهير لي انه كان يتساقل السوشيال ميديا لان فيه مشجعين بتحبط اي حد بكثرة الكلام الزايد وربنا يوفق ويساعدنا طيب ضغط الجماهيري انا بتهيلي لسه برضو هم مفهمش طبيعة الشعب المصري طيب اسامع عبد الكريم بيقول انا شايف ان اكبر تحدي المدرب هو طريقة لعب الخصم ودي مسئوليته الاساسية وهي كسر الدفاع الخصم حيث ان اغلب الفرق اللي هتواجه النادي الاهلي بتلعب بالطريقة الدفاعية ومهاجم وحيد طبعا فيه مبور اخرى زي التحكيم وزي الاعلام والتحاد الكرة كل ده ملوش دعوة بي يتابع موديل الكرة او يتبع موديل الكرة ومجلس ادارة النادي الاهل طيب طيب ماتش السوبر هو المباراة المنتظرة في بداية او اول اختبار حقيقي لمارسيل كولر مع النادي الاهلي رأيك فيها ايه واعتقد انه عنده فترة كافية نتكلم عن هات شهر اكتوبر يعني هي بقضى شهرين مع الفريق لعب او خط بعض المباراة الرسمية اهمهم طبعا في افريقيا فشايف المباراة دي ازاي وتحضيره او استعداده لها التعامل مع اهم مواجهة جمهارية على مستوى المحلي في المباراة السوبر مع الزمالك طيب بالنسبة للمباراة السوبر يعني يبدل شوية بس برضو الناس بتفكر فيها من دلوقتي اكيد لان عايز اقولك ان الماتش ده هيفرق كتير مع جمهور النادي الاهلي نفسيا لانا مش هكلم عن اللعيبة مع الجمهور اولا لكن انا شايف ان نادي الزمالك السنة هو طاقة واخد الدوري لكن مش هو الافضل مليون في المئة مش هو الافضل لكن انا بقول ميستر فيرارا عمل حالة كويسة جدا مع اللعيبة حتى المجموعة الناشئين اللي كان بتلعب موجود ست او خمسة لعيبة كبار في السن والباقي كل صغار في السن يعني لكن الحالة الامور ماشية لان النادي الاهلي رايح لعيبته لو اللعيبة مش مجهدة احنا كنا ممكن نبقى موجودين الله مع الاصابات والاجهاد يا كابتن سعيد احنا لو خدنا حقنا تحكميا بس ناخد البطولة بتاع يعني الظروف يعني الزروف السنة اللي فاتت كلها جنت متلغبطة لان اللعيبة يعني اوبرلود غير طبيعي بجد كنت يعني كنت مكتسح البطولة هو ده حتى عمرنا لم نرى سيد يتنرفز كده ولا سامي لان الامور زادت عن حدها يعني من امتى كان سيد بيعترض ونحن بنقعد هاديين ونقعد هاديين لكن السنة هذه اللعيبة رجع مرتاح بشكل كويس الرجل سيأخذ فترة معايشة كبيرة جدا سيأخذ شارك في ماتشات ودية وماتشات رسمية في أفريقيا أظن ماتش الزمالك يعني مش صعب علينا على فكرة والله مش صعب خالص وان شاء الله تبقى هدية الجمهور هو بإذن الله بإذن الله مش صعب ان شاء الله بإذن الله يعني في ظل المقدمات وانك انت أتليست بتاخد راحة تتعامل مع السيزن بشكل طبيع بتاخد راحة بتعمل قياسات بدنية زي ما شوفنا نادي الأهلي بيعملها وكشف طبي كامل وبصمة قدم وحاجات لأول مرة بنسمع عنها في الكورة في مصر مع سكواد الأهلي اللي احنا كلنا ثقة في انهم كلهم نجوم مع التدعيمات بالصفقات الجديدة تقدر تراهن على الأهلي وانت متطمن بس هي الفكرة انه تست جماهيري نتمنى ان هو ينجح فيه وعن الضغط الجماهيري واحد من التحديات اللي الناس كلمت عليها دلوقتي هكلمك واسمع رأيك بالتفصيل بس تسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام وانحنا على بداية موسم كده خلينا نتكلم على بياض والموضوع ده أنا كنت لسه بتكلم فيه وبيعمل فلاش باك كده مع كابتن سعيد عبدالعزيز ضفنا النهاردة في سادي ساعة على مش المنهج الإعلامي أو الخطاب الإعلامي اللي دايما بيبقى متربس بالنادي الأهلي ده ما يهمنيش وده مش عارف أغير منه كتير ليه حسابات كتيرة جدا ومصالح كتيرة جدا وشبكة معقدة من الصعب لأنك أنت تخترقها لكن يهمني أكتر حجم تأثيره ومرضوده على جماهير النادي الأهلي وده واحد من الضغوط اللي هيتعرض لها مارسل كولر مش من بداية الموسم ده من ماتش بيترو جاتل اللي جاي يعني راجل ممكن يتعرض لانتقادات بداية من ده موسماني وده النص كنت بقول لك كابتن سعيد موسماني عمل اللي ما عملوش حد في مصر في تاريخ الكرة في مصر مع النادي الأهلي ومع ذلك لم يسلم من الانتقادات ولم يسلم من وصول أثر أو مردود الانتقادات اللي الموجهة لي دي حتى الجماهير النادي الأهلي أو لجزء خليني عشان يكون دقيق لجزء من جماهير النادي الأهلي طوال مشواره وده اللي يمكن وصله في النهاية أنه مبقاش قادر على التحمل هذا الضغط الجماهيري والإعلامي وده واحدة من الحاجات اللي قالت الناس أنها بالتحديات اللي بتواجه كولر يا كابتن سعيد قبل الفاصل الضغط الجماهيري والإعلامي إزاي يتعامل معه ومشايف واللي يهمني في الجزئة دي جمهور النادي الأهلي إزاي ممكن يدعم الراجل في بداية مشواره وغيرت لما يوصل لأنه يبقى قاري فاهم إمكانية النادي ويقدر يقدم يعني مرضود كمدير فني أولا اللي بحب النادي الأهلي وعمره ما يبقى عيب على النادي الأهلي يعني جمهور النادي الأهلي اللي احنا نعرفه من زمان قبل بقى ده الكلام ده لما الجمهور كان في المدرجة كابتن سعيد الجمهور النهاردة عايش على السوشال ميديا وقعد على الإنترنت أكبر مشكلة دي مع انتقدراتي بقى فيه صفحات كتير جدا فيها اللي يخص النادي الأهلي وفيها اللي ممكن اللي ينصى قراء جمهور النادي الأهلي وللأسف احنا أنا كنت بكلم مع حضرتك في الفواصل عن الإعلام أنا مش عايزة أقول فيه فيه أعلام يعني الفترة فاتت إعلام موجه مش عايزة أقول الكلام ده يعني لكن نرجو يبقى فيه حيادية يعني الكلام بقى فيه حيادية لما بنيجي لأن انت قدام ناس كتير جدا بيتفرجوا بيتأثروا يعني أنا بتأثر الحيادية ماتت من زمان كابتن سعيد يعني أنا شايف يعني هل حراك شفت موقف مثلا لما مباراة رسمية لنادي الزمالك فيه بطولة أفريقيا تتأجل عشان مباراة وده تتلعب دعم من الإعلام ودعم من الاتحاد الأفريقيا أنا مش ضد أنا ممكن أبقى معه بس معه كمان أنه ده لما كان يحصل للأهلي في بطولة كاس العالم يبقى فيه نفس الموقف ويبقى فيه نفس التوجه ده إذا كنت بتتكلم مع الحيادية لا وده مثال من أمثلة كثيرة الحيادية مش موجودة لو نتكلم على السنة التي تقول لها النادي الأهلي تظلم فيها منها الحيادية وأن أنت تبقى موجه يعني عايز توصل معلومة معينة عشان تهد حاجة معينة يعني هل ده يتغير هل تتوقع ده يتغير نحن اللي همنا فرقتنا دلوقتي نحن فرقتنا اللي نقدر نرد على الإعلام ونقدر نخلي نتواجه تجاه صح لكن أنا أقول لحضرتك اللي بيحب النادي الأهلي فعلا هيبقى موجود مع النادي الأهلي أنت لو فتحت المدرج المطش الجاي الودي هتلاقي الملعب كله مليان لأن الناس بتحب النادي الأهلي أكيد ما فيه شك جمهور النادي الأهلي عشان كده أنا بدأت الحلقة قلت هو البطل الحقيقي السنة اللي فاتت هو الجمهور وبرضو البطل السنة هو الجمهور المطلوب من الجمهور ما ننصقش ورا أي حد ولا إعلام ولا أي حاجة أنا بحب فرقيت أشجح فرقيت أسند المدير الفني موجود أسنده الآخر يوم هو موجود لأن النادي الأهلي الكيان مش أشخاص كيان فالكيان ده هيبقى يعني لحد ما ربنا هيأزن فإن شاء الله بإذن الله النجاح موجود باللعيبة اللي موجودة النجاح موجود بجمهورنا العظيم اللي موجود ورانا النجاح موجود بالمدير الفني اللي عندي يسفيه كويس جدا وإن شاء الله بإذن الله تعالى النادي الأهلي بإذن الله هيفرح جمهوره وإحنا يعني زي ما قوله رجالة النادي الأهلي والله اللي أنت بتقوله كابتن سعيد مهم جدا وخلينا أقول بين قصين كمان واللي ينطبق على بالنسبة الجمهور الأهلي على مرسيل كولر ينطبق كمان على اللاعبين خدوا بالكم اللاعبة في نوع من أنواع الضغط عليها مرتبط بالموسم اللي فات والنتاج اللي حقق الأهلي في الموسم اللي فات ده في حد ذاته مسبب قابق على اللاعب وما عنديش شك أن كل واحد شاهل تيشرت الموسم اللي جاي عنده رغبة في تعويض نفسه وتعويض فرقته وتعويض جماهيره عن النتاج دي الموسم اللي جاي فده ضغط بالإضافة كمان لأنه إن شاء الله بما أنه سكواد الأهلي جاي من فترة راحة وبيخود فترة إعداد وتحضير للموسم اللي جاي فالمنافسة كمان بين كل اللاعبة في كل مركز هتمثل نوع من أنواع الضغط فما أعتقدش أن الأسماء كلها أو أي لعيف في الأهلي محتاج ضغوط زيادة من الجماهي نديهم فرصتهم خليهم يشتغلوا ويلعبوا بأريحية نتابع معاك جزء تاني من تعليقات الناس عما تكابوا بيقول كولر لازم يكون فاهم أنه جماهي الأهلي مش هتقبل بخسارة البطولات تاني خضر والله إحنا عارفين والراجل جاي وهو عارف بس دوله فرصة يشتغل يعني أي مدير فني هيجي لو جبت النهاردة مين شوف أنت أقول كده اسم أهم مدير فني من وجهة نظرة جبت ويشتغل في الأهلي عوالما يبتدي ينزل الملعب ويحفظ أسماء اللعيبة ويشوف إمكانياتها ويعرف أخطاءها ويشتغل عليها ويبتدي يطبق فكره من تمرين واثنين وثلاثة واربعة عشان يوصل الفكر ده لا هياخد وقت قديه فقده الناس بس مساحة محمد السيد أولا انسجام التشكيل ثانيا الفرق اللي بتدفع قدام الأهلي ثالثا التحكيم رابعا إن شاء الله يكون التوفيق مع الأهل نورة الحكم أعتقد بتقول تجهيز جميع العابين بدنيا ونفسيا بسبب وجود أكتر من بطولة بنشارك فيها وكمان موجهة الإعلام الموجه أعتقد هي أصداع كده وخصوصا المؤتمرات الصحفية بعد المتشاط تمام تعامل مع الإعلام يمكن كابتن سعيد اتكلم فيه دلوقتي الانسجام بين اللعبين وبعضهم والانسجام بينه وبين اللعبين ده ياخد وقت قديه مع مدير فني محترم ومحترف ومحترف اشتغل أندية ولعب في دوريات كبيرة زي الدوري الألماني ومنتخبات ويشتغل مع منتخب النمسا يعني ما ياخدش أكتر من شهرين من شهرين وتبتدي بعد كده تبص على توليف يعني أنا بتدي أبص على توليفته وكورة الأهلي تحت قيادته بعد شهرين من بداية البصرة نكمل تاني بقية التعليقات اظهر الشخصية القوية الجميع أعتقد أنه الألمان أو يعني هو رجل سويسري ألماني أنا بعتبره قطرة اللعيبة في الجائدة في كل مركز دعماد أبو عقيل أو أبو عقيل أبو العباس المهدي القدرة على السيطرة على الفريق وخاصة دكة البودلاء تمام حسن رواب تقريبا أو رواب التحدي الأكبر هو عودة شخصية الأهلي ويخلص المبارات دون اعتبار لأي شيء آخر تمام الطريقة طيب ناخد آخر واحد كمان ناخد بيكاسو بيكاسو عنده تحديين أولا كافية تفادي أخطاء التحكيم بتخليص المبارات بأكبر معدل تهديفي من أقل فرص ثانيا كافية إعطاء درس في التعامل مع ضغوط الإعلام المغرد بالتجاهل وعدم إعطاءهم أحساس بالتوجود في ذهن والله المؤفق طيب أعتقد جزئة الإعلام دي احنا خلصناها وقلت أنه بصرف النظر الإعلام بيعمل إيه؟ هيهمني أكتر إحنا كجمهور نستقبل ده إزاي؟ ونترجمه إزاي؟ في التعامل مع فرقتنا سواء على السوشال ميديا أو في المدرجات أو أخرى أنا شايف أنه العلامة الكاملة الجمهور الأهل اللي حضر في المدرجات بالنافس مش بالنافس بنلعب على المكسب مش بنلعب على المكسب كسبانين خسرانين جمهور يعني يدرس صحيح قصة بقصة سوشال ميديا وتأثير طيب الطريقة وناس هنا تتكلم على فكرة أنه الأهلي بيلعب مطشطه بيبقى فيه تكتلات الفرق الأصدق دايما بتيجي قدام الأهلي وتحس أنها بتلعب النهائي كاس العالم يتعامل مع هذا إزاي؟ وإيه المطلوب منه في التعامل في الكرة في الملعب التسعين دي يا كابتن سعيد ده الطبيعي أنت أي فريق بلعب ندل أهلي طبعا أكيد لازم بيبقى محضر له قبلها بأسبوع أو أسبوعين يتفرج على الفرق كويس معظم الفرق اللي هتلعب ندل أهلي بتعاملك مشكلة طبعا كبيرة حتى حتة التحضير نفسها بتبقى قليلة في نص ملعبك فأنت محتاج كسافة هجومية عشان كده نقول التجانس لازم بيبقى بسرعة بين اللعيبة لازم الراجل أكيد يعني أنا عرف نوع مكتهد ويتفرج على المطشاط كثيرة من السنة اللي فاتت يعني شايف لازم عندنا كسافة هجومية أكبر شوية حتى تعليقات بتقول إحنا مش عايزين نعتمد على الحاكم مضارب الجزائي لا أنا لازم أجيب جول واثنين وثلاثة زي الناد الأهلي ما عودنا قبل كده أنا شايف كرة راجل هبان في المطشاط الودية والمطشاط الأفريقية خليها أكلمك على الطريقة شوية سكواد الأهلي يعني وبعد كده ريكاردو سوارش وعلى مدار الموسم ده لعبنا ب3 أو 4 طرق سريعة 3-4-3 لعبنا 4-3 لعبنا 4-2 3-1 رجعنا 3-4-3 ثاني مع سوارش صح صح هل شايف أنه واحدة من الطرق دول أنسب بتابع كده بدايات الشامبيونز ليج كل الفرقة اللي بتلعب على البطولة تقريبا بقت بتلعب 4-5-1 أو 4-1 4-1 هل ممكن أكيد هو ليه سيسلم وفكر معين أكيد لازم هيتطبقوا الفترة لأن أنت عندك وقت يبقى لها بصمة أكيد مش هلعب نفس السيسلم اللي بلعب به هو ليه طريقة معينة بلعب بها لازم يحافظ اللعيبة وانت عندك وقت طويل جدا كما حترك قلت عندنا مرونة واللعيبة التي موجودة تقدر تلعب بأكتر من طريقة كل طرق واحدة لكن القصة كلها التوظيف وإزاي تختارك الفرق لأن أنت عندك عشرة لعيبة موجودين في نفس ملعب فأنت عايز لعيبة عندنا جرأة عندنا سبات الفعالي عندنا عزيمة أن نكسب وده هيرجع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم أن الكل يتكتف متفقلين إن شاء الله بإذن الله في انتظار ضربة البداية يوم الأربع الجاه قدام بيتروجيت كنا سعداء بوجودك معنا شرفتنا ونورتنا كابتن سعيد سعداء دائما نحب لقبلكم على شاشة الأهلي في السادسة كل التحية ونتقبل بكرة إن شاء الله على كل خير